تعالوا بعد الوقت نروح لنتابع أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة مع مريم سميح مرستتنا موجودة في النادي الأهلي بالجزيرة مونجور يا مريم عليك صباح الفل وكل سنة وانت طيبة يا رب تفضلي صبح عليك يا نهوان وصبح لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ويمكن ما كانش ليه فرصة لأمل فاتت أننا يعني أعيد عليكم من نسبة سنة جديدة كل سنة طيبة يا نهوان كل سنة وكل مشاهدي قناة الأهلي طيبين وبخير وكل سنة يعني وكل العالم طيب ومناسبة 20-23 إن شاء الله تبقى سنة على المستوى الشخصي يعني لكل العالم سنة كلها خير وسعيدة وطبعا على مستوى النادي الأهلي تبقى كلها مليئة بالبطولات والإنجازات طبعا يعني خلينا نبتدي بأخبار فريقنا الأول لكرة القدم اللي يعني ما استقنف تدريباته استعدادا للجولة الـ 12 من بطولة الدوري ده طبعا لملاقات MP غدا الخميس على ملعب المؤولين العرب ده طبعا فيه تمام الساعة الخمسة مثلا الحقيقة أن يعني النهاردة المران التجمع هيكون فيه تمام الساعة الرابعة على عصران وكمان يعني هيبدأ المران فيه تمام الساعة الخمسة مثلا الحقيقة يعني زي ما احنا شوفنا فيه الجولة الـ 11 بعد فوز النادي الأهلي على بيرمتز بنا تيجي الـ 3-0 الحقيقة أن احنا كلنا أمل إن شاء الله أن النادي الأهلي يعني يستقنف صدرته لجدول ترتيب بطولة الدوري وأنه هو يحقق الفوز غدا إن شاء الله على MP حقيقة يعني مبارح مران أمس كان فيه عدد من التدريبات والتقسيمات القوية ولكن الحقيقة أن كل اللعبين اللي شاركوا فيه مباراة بيرمتز طبعا خضعوا له تدريبات فنية واستشفائية ده طبعا للتخلص من الإجهات علشان يكونوا جاهزين للمشاركة في مباراة MP وبقية اللعبين الحقيقة كان ليهم تدريبات بدنية وفنية متنوعة وفي نهاية المران كان فيه تقسيمة قوية شارك فيها الفرقة متقسمة على ثلاث فرق طبعا يعني يمكن يا نهوان دينسي اتكلمتي عن إصابة مصطفى شبير وأكرم توفيق وكريم فؤاد الحقيقة أن نحن عايزين نطمن كل جمهور النادي الأهلي على الإصابات الموجودة في صفوف الفريق وخلينا نقول طبعا يعني أن نحن بنقول لمصطفى شبير وأكرم توفيق حمد الله على السلام الحقيقة أن هم عادوا مساء أمس من النمسا بعد إجراء يعني جراحات طبية نجاحة سواء لمصطفى شبير أو لأكرم توفيق واللي كان طبعا مرفقهم في هذه الرحلة الجراحية أو الرحلة العلاجية طبعا دكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لقرة القدم طبعا الحقيقة يعني أن يعني عقب عودتهم مساء أمس الحقيقة أن مصطفى شبير هياخد راحة يومين كاملين وبعد كده هيبدأ في مرحلة التأهيل طبعا أو برنامج التأهيلي والعلاج الطبيعي أما بالنسبة لأكرم توفيق هياخد راحة أسبوع كامل ثم بعد كده هيبدأ طبعا مرحلة العلاج الطبيعي والبرنامج التأهيلي اللي طبعا يعني وضعوا الدكتور اللي عمل لهم الجراحة وأيضا بالتعاون أو يعني بالاتفاق مع دكتور أحمد أبو عبل الحقيقة طبعا أن يعني مصطفى شبير يعني كان له عملية جراحية نجاحة في غضروف الرقبة وأكرم توفيق كان طبعا بيعاني من قطع في إرباط الصليبي في الرقبة وده طبعا يعني السببين اللي هم يعني خضعوا للجراحة بسببهم إن شاء الله يعودوا إن شاء الله بألف سلامة وينضموا للفريق مرة أخرى ننتقل بقى لكريم فؤاد الحقيقة أن كريم فؤاد يعني يمكن أعلن الجهاز الفني أو يعني الجهاز الفني والجهاز الطبي إصابته طبعا في جزعة في أربطة الرقبة الحقيقة يعني أن كريم فؤاد النهاردة هيكون أول يوم ليه في تنفيذ البرنامج التأهيلي والتدريبي الخاص به طبعا منفردا بعيد عن الفريق وطبعا يعني يمكن حددوا مدة ثلاث أسابيع هيغيف فيها كريم فؤاد عن المواجهات المقبلة ده يعني على أقل تقدير علشان يقدر إنه هو يعود تاني بشكل كامل طبعا مواجهات الفريق خلال الفترة اللي جاية في الدوري طبعا بالنسبة لحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم يعني بيستمروا أيضا في تدريباتهم المنفردة والحقيقة النهاردة هما الاتنين قبل المران هيخضعوا لفحص طبي وأشعة كمان طبية علشان يشوفوا جهازاتهم من عدمها أو الحق من عدمه في مباراة غدا أمام أمبي طبعا في الجولة الاثناشر من عمر الدوري طبعا طاهر محمد طاهر لسه بيواصل تدريباته أكيد منفردا برضو بعد صابته خلال الفترة الماضية طهر محمد طاهر الحقيقة أنه هو بدأ يعني مرحلة جديدة من التأهيل أو مرحلة جديدة من الرحلة العلاجية الحقيقة طبعا كان موجود مبارح على هامش مران أمس اللي كان موجود على ملعب مختار التتش في الفترة الصباحية طبعا يعني يمكن المرحلة الجديدة من التأهيل والتدريب الخاصة بطاهر محمد طاهر هتكون لها أو كان لها تدريبات بدنية وده هيستمر عليها خلال الأيام اللي جاية وطبعا يعني تدريبات بالكورة كمان منفردا وأيضا تدريبات في الجيم طبعا يعني بنتمنى كل الشفاء سواء لمصفة شبير أكرم توفيق كريم فؤاد أيضا محمد عبد المنعم وحمد فتحي وأخيرا طهر محمد طهر إن شاء الله يعودوا يعني سالمين غنمين لصفوف الفريق تاني علشان يحققوا الإنجازات طبعا مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ننتقل بقى للألعاب الأخرى الحقيقة يعني أن كل الألعاب الأخرى مبارح حققت نتائج مهمة جدا على جميع المستويات رغم أن أغلب يعني نهواند كل المباريات كانت مقامة خارج النادي الأهلي وخارج ملاعب النادي الأهلي ولكن حقيقة يعني زي ما احنا شفنا خلال الفترات الماضية طبعا ويعني خاصة أنه النادي الأهلي بيعمل نتائج حلوة جدا خارج أرضه ده اللي شفناه خلال الفترات الماضية وأيضا كان موجود مساء أمس فيه كل المباريات اللي تم إقامتها طبعا يعني البداية مع سيدات سالة الأهلي اللي قدروا أنهما هقفوز مهم جدا على نادي الاتحاد السكندري ده ضمن طبعا منافسات بطولة الدوري بنتيجة 88 و 74 يعني أقيمت طبعا المباراة على صالة الشطبي بالإسكندري ولكن الحقيقة أنهما قدروا أنهما يسيطروا على مجريات المباراة كاملة من يعني من أو في الفور كورتز الحقيقة أنهما قدوا مباراة رائعة جدا وأداء بدني قوي جدا شباب سالة الأهلي بقى 18 سنة يعني الحقيقة قدروا أنهما طبعا يحقفوز مهم على نادي الجزيرة وده كان فيه ختام منافسات بطولة منطقة القاهرة وقدروا أنهما يحسموا طبعا الكاس ليهم بطولة منطقة القاهرة وده اللي احنا شفنا طبعا يعني خلال برضو الأسابيع الماضية سيدات سالة الأهلي فازوا بيها طبعا الحقيقة أن 18 سنة شباب سالة الأهلي قدروا أنهما أيضا يحسموا الفوز مباراة في بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 68-64 وده طبعا كان على صالة جمعات حلوان غدا طبعا الخميس رجال سالة الأهلي بعد الفوز طبعا على المصرية للصلاة بكرا إن شاء الله يوم الخميس فيه تمام الساعة السادسة مساء يعني يمكن عندهم مباراة هامة جدا أمام مصر للتأمين ده طبعا بعد الفوز على المصرية للصلاة وكمان طلاقع الجيش في دور السوبر ويمكن ده الدور الأول اللي هيحدد طبعا الفرق من يعني المركز الأول لحد المركز الثامن وطبعا ده بعد يعني دور الستاشر اللي قدر فيه نادي الأهلي أنه هو يحسم المباراتين أمام نادي الظهور بالفوز طبعا الحقيقة أن يعني رجال سالة الأهلي ماشي بخطة ثابتة من أول دور ده ما ابتدى الحقيقة يعني خلال الأسبوع الماضي قدر أنه في المباراة الأولى يفوز على طلاقع الجيش ثم المصرية للاتصالات ده طبعا أول أمس ثم إن شاء الله بكرة برضو يحقق الفوز على نادي مصر للتأمين رجال الكرة الطيرة بقى طبعا برضو حققوا فوز مهم طبعا على نادي إيسترن كومبيني أمس ضمن منافسات بطولة الدوري ده طبعا برضو يعني زي ما أنا قلت أو نوهت فيه بداية كلامي إن برضو كان خارج ملعب النادي الأهلي أو خارج صلاة النادي الأهلي كان على ملعب المقلون العرب أو صالة المقلون العرب طبعا يعني قدر أنه هو يحسم نتيجة هذا اللقاء بثلاث أشواط نظيفة دون مقابل والحقيقة يعني أن طبعا الجهاز الفني قرر أنه هو يستقنف التدريبات الخاصة بالفريق دون راحة ده طبعا يعني استعدادا لمواجهة سموحة يوم السبت أما بقى يعني بالنسبة لكرة اليد فشباب يد الأهلي 2002 قدروا أن هم برضو يحققوا فوز مهم جدا على فريق دالفي بنتيجة 37-14 في بطولة دوري المرتبط ننتقل بقى يعني لأنشطة اللجان والحقيقة أن يمكن يعني هذه الندوة هي بداية أنشطة اللجان في عام 2023 وهتبدأ طبعا من فرع الشيخ زايد يعني يمكن أخيرا هنختتم جولتنا النهاردة يعني في النادي الأهلي بالجزيرة أن احنا نقول يعني أنشطة اللجان ويمكن يعني لجنة المرأة هي اللي بدأت هذه الأنشطة الخاصة باللجان في 2023 وهيقام إن شاء الله يعني يوم الجمعة في تمام الساعة الوحيدة ظهرا ندوة بعنوان صحتك بالدنيا وطبعا هيدير هذه الندوة الأستاذ الدكتور حسام موافي رائد الطب طبعا البطني والقلب وطبعا يعني دكتور أو أستاذ الحالات الحرجة بالأسر العيني طبعا هتقام الندوة في فرع الشيخ زايد زي ما أنا قلت في تمام الساعة الوحيدة ظهرا وطبعا لجنة المرأة يعني يمكن عدت له هذه الندوة طبعا تحت إشراف اللجنة اللي هو علي اللي جان وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للنادي إن شاء الله يعني تبقى ندوة مهمة جدا ونستفيد منها كل يعني جماهير النادي الأهلي أو أعضاء النادي الأهلي تحديدا هتقام أمام الشاشة الرئيسية إن شاء الله يوم الجمعة الساعة الوحيدة ظهرا الحقيقة إن أكيد أعضاء النادي الأهلي هستفيدوا منها لأن طبعا دكتور حسام موافي زي ما إحنا عارفين إن هو رائد في مجاله طبعا مجال طب القلب والبطنة والحقيقة إن أكيد هيكون جاهز للرد على أي استفسارات من أعضاء النادي الأهلي اللي هيكون متواجدين خلال هذه الندوة طبعا دي نهوان دي كانت كل الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي النهاردة سواء طبعا على مستوى الفريق الأول لقرة القدم وأيضا الألعاب الأخرى اللي قدروا إن هم يحسنوا جميع المباريات مبارح لصالحهم على الرغم من إن كل المباريات كانت بتقام خارج صلاة النادي الأهلي وطبعا يعني بداية نشاطات اللجان الخاصة بالنادي الأهلي طبعا معيك يا نهوان دي لو في أي استفسارات العودة ليكي مرة أخر لأ أنت من ناحية طبعا الأخبار أو من ناحية الأخبار أنت عملت تغطية أكثر من رائعة كالعادة يا ماريم طبعا لكن كمان ملفت جدا أن أنت واخد كدر حلو أنت واخد الكدر من عند الدخول والخروج للبوابة وانا شايفة يعني توافد للأعضاء بشكل كبير جدا حتى احنا بنتكلم لسه يعني ساعات صباحية لكن فيه أعضاء كتيرة وشايفة ناس بتتمرن شايفة ناس جاية بزي يعني رياضي وحتى الأعمار الموجودة بالزي الرياضي ناس كبيرة كمان في السن فيعني لو تدينا كده برضو صورة حية عن الأجواء دلوقتي داخل النادي تفضلي يا ماريم يبقى لذيذ برضو جدا مظبوط يا نهواند طبعا يعني أنت عندك حق ويمكن الصورة موضحة كل شيء الحقيقة أن فيه على الرغم طبعا من انخفاض درجات الحرارة فيه الصباح البكر ولكن الحقيقة أن فيه يعني توافد كبير جدا من أعضاء النادي الأهلي على المقر الرئيسي بالجزيرة ده طبعا زي ما أنت قلت عمار سنية مختلفة الحقيقة أن كان فيه تمرينات كمان يمكن بدأت فيه الصباح البكر بتبدأ طبعا يعني تمرينات صباحة فيه تمام الساعة يمكن في الخمسة فجرا وبتنتهي كمان يمكن يعني فيه التساعة صباحا أو الثمانة صباحا لحقيقة تدريبات مختلفة والحقيقة كمان أن عضاء النادي الأهلي بيقرروا أن هم يعني يكونوا موجودين هنا علشان يمرسوا رياضتهم المختلفة داخل النادي يعني يمكن علشان يقللوا من حدة البرودة طبعا لأن يعني زي ما احنا عارفين الأيام المقبلة كمان هتشهد برودة قصية جدا يعني على مصر الحقيقة وده اللي بيخلي يعني كل عضاء النادي الأهلي يكون موجودين هنا علشان يمرسوا نشاطات مختلفة وعشان يمرسوا الرياضة طبعا زي ما انت قلتي والأعمار السنية كمان المختلفة بيكون موجودة هنا وكمان يمكن بيستغلوا كمان يمكن الأيام اللي جاية هيكون فيه أجازة منتصف العام لعدد كبير جدا من الطلاب وده اللي هيستغلوا كمان علشان يكون فيه توافد أكبر وأكبر على طبعا فروع النادي المختلفة بالنادي الأهلي حلو جدا بشكورك كالعادة متقلقة زملتنا العزيزة جدا مريم سميح شكرا ليكي